اشتركوا في القناة بصورة جماعية لرؤساء الدول والحكومات ثم كلمة لنيكوسانا الزومة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي تليها كلمة لأنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب مصر كما قرر الإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي قنى سفاجة القصير جاء ذلك خلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب التي أكد فيها عزم مصر على مواصلة حربها ضد الإرهاب والفساد يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ويناقش المجلس خلال اجتماعه اليوم عددا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى مشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة قال مصدر طبي إن فلسطينيا قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية ووضح المصدر أن هناك خمسة إصابات أخرى وصلت المستشفى تأتي تلك التطورات بعدما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيمة جنين فجر اليوم لليوم الثالث على التوالي في فرنسا تجرى اليوم الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار لاختيار المرشح الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد ثلاثة أشهر ويتنافس في تلك الجولة رئيس الوزراء السابق منويل فالس ووزير التربية السابق بنواء أمون كان أمون قد تصدر نتائج الجولة الأولى بعد حصوله على أكثر من 36% من الأصوات نقابل 31% لصالحي منويل فالس رياضيا يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم في التاسعة مساء نظيره المغربي وذلك في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة بما تأهل المنتخب المغربي بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خدمات إخبارية على مدار الساعة من أونلايف